أرجع مجدداً تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غزة إلى اليوم بعد إرجاءات سابقة متكررة لسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح وبحث بمصادر دبلوماسية دعت المسودة الأخيرة التي أعدتها الإمارات إلى تعليق العضوان الإسرائيلي في قطاع غزة إفساحاً لإدخال المساعدات الإنسانية في محاولة لتجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو للمرة الثالثة تتواصل المحادثات بشأن مشروع قرار داخل مجلس الأمن بشأن الأوضاع بقطاع غزة بعد إرجاء المجلس التصويت على مشروع القرار في بادئ الأمر كان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار صاغته الإمارات لكن التصويت تأجل على نحو متكرر إذ يقول ديبلوماسيون إن الإمارات والولايات المتحدة تواجهان صعوبة في الاتفاق على صياغة تشير إلى وقف الأعمال العدائية واقتراح بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات تابعة للأمم المتحدة ومع استمرار العضوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع قال ديبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد التخفيف من لهجاتها التي تدعو إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية لسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لاعتقادهما بأنه لن يفيد سوى حركة حماس والفصائل الفلسطينية وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك وقف التصعيد لحماية المدنيين والسماح بإطلاق صراح المحتجزين لدى حركة حماس واشنطن تحمي تقليديا حليفتها إسرائيل من أي إجراء في مجلس الأمن واستخدمت بالفعل حق النقد مرتين لعرقلة تحرك في مجلس الأمن منذ السابع من أكتوبر الماضي في الوقت الذي يحذر فيه مسؤول الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية في قطع غزة مع نزوح غالبية سكانه ذكرت الخارجية البريطانية أن وزيرها ديفيد كاميرون سيتوجه إلى مصر والأردن خلال الأسبوع للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة وأضافت الخارجية البريطانية أن وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون في ثاني ديارة له للمنطقة بغية إحراز تقدم بالجهود الرامية لضمان إطلاق صراح جميع المحتجزين وزيادة المساعدات لغزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر